مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبقى نزجل خلال يوم الغد بإن الله دائما أجواء مشمسة إلى مغاجدة جزئيا هذا على كل سواحل مع تشكل الضباب خلال الصباح الباكر تصبح الأجواء قليلة سحب نحو سواحل الشرقية دائما خلال الظاهرة تبقى تتشكل سحب رعدية موسمية تكون مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية على كل الهضابة العليا ومنطقة الأوراس قد تنتقل ليلا نحو سواحل الشرقية جنوبا أجواء مشمسة بالجنوب الشرقي لغاية الصحراء الوسطى بينما تكون مغاشات ورعدية من شمال الصحراء لغاية الجنوب الغربي كذلك بأقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار والتاسيلي مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية المحلية الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تترحم بين 20 إلى 25 درجة على كل المناطق الشمالية في حدود 27 درجة ببشار واجعنات 18 كأدنى مقياس ب8 رأس بينما ترتفع إلى 32 درجة بصحراء الوسطى فيما يخص الحرارة خلال ضاهرة الغد بحول له إذن ستتراوح ما بين 32 إلى 34 درجة على كل السواحل ترتفع دائما نحو السواحل الغربية وكذلك الوسطى بتزوزو ستقرب 38 درجة ترتفع بدرجة واحدة نحو غريزان مع سكرشلف ما بين 33 درجة بالبيض إلى 37 درجة ببتنة جنوبا 34 إلى 38 درجة على الخط الرابط بين 8 رأس إلى جانات بينما تبقى جوء حرة تميل شمال الصحراء لغاية أقصى الجنوب ما بين 40 إلى 48 درجة بشمال الصحراء الجنوب الشرقي كذلك بالجنوب الغربي بينما ترتفع إلى 46 درجة كعالمي قياس بصحراء الوسطى البحر خلال يوم الغد بإذن الله سيكون جميل إلى قليل الاتراب محليا بسواحل الغربية والوسطى الرياح تكون ضعيفة خلال الصبيحة تشتت خلال الظاهرة نحو سواحل الوسطى لتقرب 50 كم في ساعة وتتنمي شرقية إلى شمالية شرقية بروق الشمس بحت الغد على مستوى العاصمة وضوحيها سيكون في حدود الساعة الساديسة صباحا و15 دقيقة والغروب على الساعة السابعة مساء و21 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله